موسيقى لثلاثة آلاف عام وأكثر تظهر الشمس بازغة فوق مدخل معبد آمون راع بالكرنك صباح كل يوم يوافق الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام لتنير الشمس محوره الطولية بالكامل لمدة ساعتين بحيث يمكن للواقف أمام المدخل أن يرى صرحاً على اليمين وآخر على اليسار والشمس تتركز بينهما خلف هذا المشهد البديل إعجاز وسبق رياضي وفلكي سجله المصري القديم تشرق الشمس من أقصى نقطة جنوب الشرق الحقيقي بمقدار ثلاث وعشرين درجة ونصف الدرجة لتكون آشعتها عمودية على مدار الجدي جنوباً والتي هي نفس درجة ميل محور دوران الأرض كما أنها هي نفس درجة محور معبد آمون راع من ناحية الشرق الحقيقي معرفة مذهلة بالفلك عكست عبقرية الأرض والإنسان المصري القديم الذي حقق الإعجاز والتفرد في عمارته للأرض في الأصيل ترتحل الشمس لمجمع الأديان بالقاهرة وتصفل لتراتيل الصلوات من معبد بن عزرى والكنيسة المعلقة ومسجد عمر بن العاص وتعانق قمم الأهرام المهيبة قبل أن توديعها في ساعة الغروب لتحقق تماثلاً فلكياً آخر فطول الهرم الأكبر الأصلي كوحدات هو نفس المسافة تقريباً بين كوكب الأرض والشمس ما بين المشهدين رقائق حضارات وثقافات انصهرت في البوتقة المصرية وصقلت الشخصية المصرية بقدر ما شكلتها وأصبحت شاهدة على قيم التسامح والتآخي في مصر بشكل يجعل وادياً ميل أشبه بشريط يحوي سجلات التاريخ وحضاراته وأسما قيمها تسامح وتآخ إبداع وإخلاص تام للإله الواحد صبر وقوة وصلابة أمام موجات العدوان البربرية تلك سمات الشخصية المصرية التي انبثقت من هوية مصرية عريقة غوية ضاربة في القدم تراها تارة على صلاية نارمر وأنشودة النصر في الكرنة وهوية تقول إن مصر باعثة الضمير الإنساني وشاهدة على تطور التاريخ وتعاقب الحضارات فمن نحن من رقائق الحضارات التي مرت على مصر وأثرت فيها بقدر ما تأثرت بها يقول عالم الجغرافيا المصري جمال حندان في موسوعته شخصية مصر إن مصر ملكة الحد الأوسط وإن شعبها يمتلك قدرة عجيبة على الامتصاص فالشعب المصري صهر كل ما قابله من ثقافات ولغات وحتى حضارات وخرج بها في نسيج واحد متصل في حلقاته ويحمل طابعه الخاص فلمصر أبعاد عربية وإسلامية وقبطية وأورو متوسطية وآسيوية وإفريقية وفي القلب من كل هذه الأبعاد غوية ضابطة وجامعة لها برقائقها الحضارية ولهذا نرى تصدي مصر للمغول والتغلب عليهم والانتصار لرسالة الإسلام ونراها ملاذاً آمناً للعائلة المقدسة ونراها عمود الخيمة العربية ومركز ثقل المنطقة برمتها هذا المزيج الرائع إنما تشكل بناءً على تميز الهوية وقوة سماتها الشخصية التي بعثت الحياة في روح القومية المصرية وخاصةً وقت الاحتلال الإنجليزي الذي أيقظ هذه الروح وأظهر تجلياتها في تاريخ النضال الوطني طوال سبعة عقود وخاصةً في ثورة ألف وتسعمائة وتسعة عشر إلا أن هذه الهوية تعرضت لأخطر محاولة لاختطافها وتطويعها بما يتنافى مع الميراث التاريخي والحضاري الثري للأمة المصرية حينما وصلت الجماعة الإرهابية للحكم وسعت لتطويع الهوية المصرية ضمن أجنداتها الطائفية المنغلقة بل أسقطت الجماعة الإرهابية رقائق تاريخية بأكملها وأنكرت المرتكز الرئيسي الحضارة المصرية القديمة وسعت إفساداً وفساداً في كل ما يربط الشعب المصري ببلاده وذلك لحرف الشعب المصري عن جذوره التاريخية والحضارية تمهيداً لإدخال ولاءات وانتماءات ما دون الوطنية بما يعرض الأمة المصرية لتوديع المشاركة في صناعة تاريخ المنطقة والعالم كادت أن تغيب شمس الكرنكي والأصيل حتى هب الشعب المصري منتفضاً في وجه الجماعة الإرهابية ومشروعها الطائفي في مصر والمنطقة برمتها وصنع ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 تلك الثورة العارمة والفارقة في تاريخ مصر الحديث خلال مئتي عام من النضال الوطني انتفض الشعب وانتصر لهويته انتصر للحضارة وتراكمها في جيناته ووعيه انتصر لمستقبله القائم عليها وبدأت مصر مرحلة البناء في البشر والحجر وأدرك صانع القرار أهمية الهوية المصرية التي انتفض لأجلها المصريون في التأسيس لجمهورية جديدة تقوم على خمس دعاء أولها الهوية المصرية اللبنة الأولى في بناء الإنسان المصري المعاصر ومؤسساته وحاضره ومستقبله لسيما أن مصر التي هضم الثقافات العالم القديم واحتفظت بشخصياتها تتميز بوحدة لا مثيل لها وحدة الجغرافيا والجينات وحدة النسيج والأهداف فالوحدة بين المصريين ليست وليدة الصدفة بل لأننا ننحدر من أصول واحدة فمعظم المصريين تعود أصولهم إلى المصريين القدماء ولهذا كان حرص الدولة المصرية على إطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين في مارس من عام 2021 بهدف رسم خريطة مرجعية جينية للشعب المصري وهو أكبر مشروع علمياً في تاريخ مصر الحديث كانت تلك الخطوة الأولى نحو ترسيخ الهوية المصرية بعد الثورة العظيمة في الثلاثين من يونيو أما الخطوة الثانية فكانت بعث شواهد هذه الهوية من خلال ترمين وتشييد المتاحث وإطلاق الاحتفالات الأسطورية التي تحتفي بالحضارة المصرية القديمة وأعيادها وتصدر المتحف المصري الكبير وهو أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة تصدر اهتمامات السيد الرئيس منذ عام 2014 حيث وجه سيادته بسرعة الانتهاء منه انتهاءاً كاملاً بعدما تأخر تنفيذه بجانب بطء أعمال نقل القطع الأثرية من المتاحف والمواقع المختلفة إلى مركز الترميم بالمتحف وكان حجم الإنجاز وقتها عشرين في المائة فقط لا غير وفي سبع سنوات أنجز من أعمال البناء والتشييد والترميم بالمتحف ما لم يتم في اثني عشر عاماً حيث رمم ما يقرب من أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعين قطعة أثرية بالأسلوب العلمي وأجريت أعمال الصيانة لأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وأربع عشرة قطعة أثرية وظل الرئيس السيسي متابعاً لحظة بلحظة كل ما يجري في المتحف المصري الكبير فالهدف أن يتحول المتحف إلى أعجوبة مصرية مهدات للعالم لم يكن المتحف المصري الكبير وحده الحائز على اهتمام القيادة السياسية التي أعادت مصر لاعباً إقليمياً ودولياً على ساحة السياسة العالمية بل امتدت جهود الدولة لتصل لبناء متاحف جديدة منها المتحف القومي للحضارة المصرية في الفستات الذي افتتح في موكب أسطورياً للملوك المصريين في أبريل من عام 2021 بينما افتتح متحف شرم الشيخ في أكتوبر من عام 2020 وتدور فكرة العرض المتحفي في شرم الشيخ حول مفهوم حب الحياة على أرض مصر من خلال مقتنياته التي تبلغ خمسة ألاف ومئتي قطعة أما متحف كفر الشيخ والذي افتتح في أكتوبر من عام 2020 فإنه يلقي الضوء على قصة الصراع بين حورس والست ودور إيزيس في هذا الصراع ننتقل جنوباً نحو سهاج حيث افتتح متحف سهاج في أغسطس من عام 2018 ويضم المتحف 2924 قطعة للحضارة المصرية القديمة تعود لملوك وشخصيات مهمة بالدولة القديمة وكذا شيد في الغردقة متحف افتتح في فبراير من عام 2020 ويعرض المتحف 1273 قطعة أثرية تعود لحقب متتالية تبدأ بعصر ما قبل الأسرات وحتى العصر الحديث ويعد هذا المتحف أول متحف يقام بالشراكة مع القطاع الخاص الاهتمام بإرث الأجداد وصيانته والعمل على تقديمه في أبهى صورة للمصريين وللعالم أجمع هو في صلبه تأكيد على أصل جامع للمصريين أصل هو قلب هويتهم الوطنية لتحفظ وتصان آثار الأجداد العظام لتذكر المصريين بهويتهم وتاريخهم الذي صاغ فجر الضمير ويصوغ حاليا الجمهورية الجديدة لتبزغ الشمس وتنير الطريق كما أنارت لمن عاشوا هنا قبل آلاف السنين وألهمتهم فأثروا وجدان كل الناس في كل الأماكن والأزمان موسيقى في القناة